رغم كونهم من أقدم الذين وطأت أقدامهم أرض العراق إلا أن الصابع المندايين واجهوا ممارسات تمييز قائمة على أساس المذهب والعرق في مختلف مراحل العراق وأختارها بين تسعينيات القرن الماضي و2003 ليقل عددهم من 75 ألف عراقي إلى 20 ألف فقط بسبب عمليات القتل والخطف ويقول الشيخ ستار جبار الحلو زعيم طائفة الصابع المندايين في العراق والعالم إنهم واجهوا ممارسات تمييز قائمة على أساس المذهب والعرق في كافة المؤسسات الحكومية العراقية مضيفا رغم أننا جميعا من ذرية آدم ورغم انخراطهم في تنظيمات للمطالبة بحقوقهم الاجتماعية والثقافية والسياسية خلال ثمانيات القرن الماضي فإن عدد أبناء الطائفة في تراجع متواصل حاليا لدرجة أنها تواجه خطر الاندثار في العراق ولفت الحلو إلى أن الطائفة مجتمع مغلق وغير منفتع على الخارج ولا يمكن أن يكون شخص من الصابع المندايين سوى عبر الولادة من أبوين يعتنيقان الديانة ذاتها مؤكدا ضرورة عدم إهمال الأقليات في العراق بمختلف أطيافها حيث يمكننا التفاهم نحن كعراقيين يحبون بعضهم البعض دون أي تدخلات خارجية